اعتمد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز تعين السيد مارك توماس كرئيس تنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز وصرح سموه أن تعين السيد مارك توماس كرئيس تنفيذي يهدف إلى توسيع الخبرة القيادية التي تتطلبها الشركة خلال هذه المرحلة التحويلية لإدارة الشؤون العامة للشركة نظرا لخبرته الواسعة في القيادة التحويلية في القطاع النفطي ومن جانبه قال مارك أن التغييرات العالمية الحاصلة في مجال الطاقة تتطلب من الشركة تبني استراتيجيات وأساليب عمل حديثة مواكبة وسأعمل على ترجمة رؤيتي وتطلعات رئيس وعضاء مجلس الإدارة وتنفيذها على أرض الواقع وانضم مارك لقيادة الشركة القابضة للنفط والغاز بعد تعين سعادة الدكتور محمد بن دينة قائما بأعمال العضو المنتدب للشركة ليعمل جنبا إلى جنب في فترة انتقالية يسعى من خلالها مجلس الإدارة في دفع عجلة النمو في الشركة لبلوغ أهداف المملكة في مجال النفط والغاز وتتمحور مهام الرئيس التنفيذي الجديد حول قيادة التحول الداخلي للشركة وإدارة أعمالها التشغيلية والاستثمارية بينما سيعمل سعادة الدكتور محمد بن دينة بصفته قائما بأعمال العضو المنتدب على دعم قيادة الشركة الجديدة في ترجمة الرؤى الاستراتيجية لمجلس الإدارة بالإضافة إلى قيادة التحول الاستراتيجي للشركة بشكل عام ترجمة نانسي قنقر